موسيقى نشرة التاسعة مساء من القاهرة الإخبارية أتسعة مساء بتوقيت القاهرة هذه نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من عاصمة الخبر وإلى أبرز العنوين الكريملين يرفض سقف سعر الغاز الذي أقرته أوروبا بوتين يؤكد من مانسك دعم بيلاروسيا في تطوير أسلحة جديدة ومشروعات طاقة نووية الأمين العام للأمم المتحدة يستبعد احتمال إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا موسيقى المتحدة إذن مع ملف أزمة الطاقة في أوروبا موسيقى موسيقى قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز اعتبارا من منتصف فبراير المقبل هو أمر غير مقبول كما وصف المتحدث باسم الكريملين قرار الاتحاد الأوروبي بأنه هجوم على آلية تحديد السوق للأسعار واعتداء واضح على أسعار الطاقة وكانت الرئاسة الشكية للاتحاد الأوروبي كشفت عن التوصل إلى اتفاق بشأن وضع سقف لأسعار الغاز ووافقت دور الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة على 180 يورو لكل ميجاوات لكل ساعة تشغيل كحد أقصى مضيفة أن هذا الحد يدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من فبراير المقبل ومن جانبها قالت مفاوضية الطاقة الأوروبية إنها مستعدة لتعليق قرار سقف أسعار الغاز الذي اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي إذا ظهر أن مخاطر القرار تفوق فوائده وضفت كادري سيمسون رئيسة مفاوضية الطاقة عقب اجتماع وزراء الطاقة بالتكتل إنها تنتظر رأي البنك المركزي الأوروبي قبل تفعيل آلية تطبيق القرار كان وزير الخارجية المجاري بيتر سيزيغارتو قال إن أبو داباست لن تضطر إلى إختار المفاوضية الأوروبية أو التشاور معها إذا كانت تريد تعديل عقد الغاز طويل الأجل مع روسيا بعد الموافقة على حد أقصى لسعر الغاز على مستوى أوروبا وأضاف سيزيغارتو إن المجاري ما زالت تعارض قرار أوروبا وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي كان من المهم بالنسبة إلينا في ظل وجود هذا المقترح الأوروبي السيء الخاص بتحديد صقف لسعر الغاز أن تكون لنا حرية تعديل عقدنا مع روسيا أي إننا لا نحتاج إلى التشاور مع المفاوضية الأوروبية حول التعديلات على العقد طويل الأجل مع روسيا المزيد من المتابعة حول ملف أزمة الطاقة مع زميلة رغدا مونير شكرا لك أحمد وأيا وأهلا بكم من ينضم إليه عبر سكايد من العاصمة الروسية موسكو دكتور محمد أبو العز الكاتب والمحل الأسياسي دكتور محمد أهلا بك على شاشة القايرة الإخبارية أي عكسات لهذه الخطوة الأوروبية على موسكو من تحديد صقف لسعر الغاز وهل كانت روسيا تتوقع هذه الخطوة خاصة وأنها جاءت بعد اختلاف وخلاف أوروبي كبير لأربعة أشهر مضت؟ أولا مساء الخيرات نحن أمام عقوبة أخرى قد تضر أكثر بالاتحاد الأوروبي أو على فارضها مما ستضر على روسيا نفسها فكالعادة ونحن نرى منذ قبل بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكراينا أن الغرب يفرض عقوبات على روسيا تضر بالغرب نفسه ولا تضر بروسيا ولدينا مثلا على سبيل المثال أنا من موسكو وأكد لحضراتكم أن العقوبات كلها التي تم فرضها من الغرب لم تؤثر على روسيا أو لم تؤثر على روسيا يمكن حتى الآن بأي شكل من الأشكال فروسيا اقتصادها يمكن أصبح أحسن من ما قبل العقوبات وهذا ما لا يفهمه الغرب أنه يفرض عقوبات على الجانب الروسي وهذه العقوبات تضر هو شخصهم وهذا ما قالته المفاوضية في الطاقة الأوروبية أن في الغالب تستطيع أن تجميد هذا سقف السعر للغاز الطبيعي إذا تثبت أنه سيضر بأوروبا وهذا أكيد بدون نقاش فأوروبا تعتمد على الغاز الطبيعي الروسي بنسبة 45% من إجمال الغاز الروسي أو الأوروبي التي تستخدمه أوروبا كلها هذا ما كان في الماضي دكتور محمد الآن ربما وصلت إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا إلى مستوى ربما مدونة العشرة بالمئة إذن ما الخيارات المتاحة الآن أمام موسكو التي حتى هذه اللحظة لم تعلن ردها بشأن وضع السقف لسعر النفط المنقول بحرا والذي حدد ب60 دولارا للبرميل وبالتالي نتوقع من موسكو أن يكون لها رد أيضا فيما يخص مسألة وضع السقف لسعر الغاز بالطبع طبعا روسيا تعد هذا الرد حتى من قبل فرض الاتحاد الأوروبي لهذا لسقط السعر على الغاز الطبيعي فهي الآن تحاول وتبدأ في إنشاء أو ستبدأ في إنشاء خط سيبيريا 2 أو السيل الشمالي 2 والذي سيذهب إلى الصين الآن هناك خط يذهب إلى آسيا ولكن لا يعمل بطاقته القصوى وحينما يصل إلى طاقته القصوى سيصل إلى الصين بنسبة حوالي 24% من حقل الرمال المتواجد في سيبيريا والخط السيل الشمالي 2 عندما يبدأ بالشغل وهذا بالعمل وهذا تقريبا كما صرحت روسيا أنه سيبدأ العمل في غضون من 5 إلى 6 سنوات تقريبا هذا أول خيار بالنسبة لروسيا الخيار الثاني هو طبعا مشروع المركز الغاز التركي حتى الآن لا نعلم ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي تجاه هذا المركز المزعم إطلاقه قريبا بين روسيا وتركيا دكتور محمد رئيس الروسي فلاديمير بوتن أيضا على همشي زيارته إلى بيلاروسيا ولقائه بلوكاشينكو قال إن موسكو ستعمل مع بيلاروسيا على تطوير مشروعات للغاز ما أفاق هذا التعاون الروسي البيلاروسي في مجالات الطاقة تحديدا أعتقد أن بيلاروسيا أو لم تكون الشريك القوي بالنسبة لروسيا خاصة في الغاز والمصر فهي إنتاجها من الغاز قليل واحتياجها للغاز أيضا قليل فهي دولة قليلة صغيرة جدا بالنسبة لاحتياجات الغاز والفائد والفائد الكبير جدا الذي خلفه الاتحاد الأوروبي بروسيا فإذا تم الشراقة وهي الآن موجودة ولكن لم تفيد روسيا بالقدر المطلوب فروسيا تتطلع إلى الصين تتطلع إلى الهند طبعا الصين نعلم أنه أكبر مستورد للغاز الطبيعي ويتزايد كم الاستيراد للغاز الطبيعي بالنسبة لروسيا بنسبة ملحوظة جدا كل عام هل هذا يعني أن هذا القرار لن يوقف ضخ أو تدفق الغاز الروسي إلى الأسواق؟ وإن موسكو بإمكانها أن تجد أسواقا بديلة عن الأسواق التي تفرد سقفا لسعر الغاز والتي نتوقع بالتأكيد أنها ستفعل معها مثل ما فعلت مع أسواق النفط لن تبيع للدول التي ستفرد سقفا لأسعار الطاقة هناك؟ مثله مثل النفط بالزبط فروسيا الآن تصدر النفط إلى الصين والهند يمكن أكثر مما كانت تصدره إلى جميع الحياة العالم قبل العقوبات وهذا ما أعيده مرة أخرى أن وضع أو فضع عقوبات من قبل الغرب على روسيا هو يؤثر على الغرب بشكل قوي جدا ولن يؤثر على روسيا إذن إذا كان الأمر كذلك لماذا تأخر الأوروبيون في التوافق على هذه الخطوة لأربعة أشهر مضت دكتور محمد وأيضا هل هذا يؤكد ما قالته سامسون مفوضة الطاقة الأوروبية بأن هذا القرار ربما يتم تعليقه فيما بعد طبعا بالطبع كان هناك خلافات لأن الدول تعلم جيدا أن هذا سيؤثر عليها فاليوم اللي مرى ماذا يحدث في أوروبا بخصوص قلة الغاز الروسي فكثيرا من المصانع أغلقت أبوابها وكثيرا والآن هم في حالة شديدة جدا من التقشف بالنسبة لاستخدامات الغاز والنفط لأنني بالطبع أكرر أن أوروبا كانت تستخدم أكثر من 45% من الغاز من روسيا كانت تستورد أكثر من 45% من استخداماتها ككل بالنسبة للغاز الطبيعي كانت تستوردها من روسيا الآن أعتقد وصل إلى 10 فردية وهذا عن طريق طبعا الخط الوحيد العامل في الوقت الحالي عن طريق أوكرانيا نعم شكرا لك من موسكو كنت معنا عبر سكايب دكتور محمد أبو العز الكاتب والمحلل السياسي إذن هذه عودة مرة أخرى إلى زميلية أحمد بشتوى هي لطف الاستكمال ما تبقى من ملفات في هذه النشرة تفضل شكرا رغدا إذن الآن مع تطورات الأزمة الأوكرانية على باقي الأصعيدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قل الرئيس الروسي فلاديمر بوتن أن بلاده ستعمل مع بلاروسيا على تطوير أسلحة ومعدات عسكرية جديدة بالتزامن مع استمرار التدريبات العسكرية بين البلدين أوضح بوتن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بلاروسيا بمانسك أوضح أن البلدين سيعملان على بناء دول الاتحاد مؤكدا استعداد موسكو لتطوير الطاقة نووية السلمية في بلاروسيا كما أضف بوتن أن التبادلات التجارية مع بلاروسيا ارتفعت وبشكل كبير خلال الأشهر الماضية مشيرا إلى أن عددا من أعضاء موسكو لا يريدون تعاون وتكامل الاقتصادي مع مانسك كما أكد رئيس البيلاروسي أليكزاندر لوكاشينكو أن روسيا وبيلاروسيا دائما منفتحتان على الحوار وقال لوكاشينكو أن العلاقات مع أوروبا يمكن أن تتحسن في حال انخراطها في حوار حول قضايا الأمن المشترك مع روسيا وبيلاروسيا موسيقى قال وزير الدفاع الإيطالي جايدو كروساتوينو يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم تعويضات مالية للدول التي ساعدت أوكرانيا عسكريا وقال كروساتو إن إيطاليا ساعدت أوكرانيا بشكل كبير مما تسبب في نقص بمخزون الأسلحة لديها ولدى عدة دول داخل أوروبا كنت أمل أن تقدم أوروبا أي نوع من المساعدة بما في ذلك المساعدات الاقتصادية للدول التي ساعدت أوكرانيا أكثر من غيرها وحتى الآن كانت إيطاليا واحدة من تلك الدول نحن نتحدث عن مخزون الأسلحة الذي قدمناه وكان جزءا من المخزون الوطني لكل دولة ساهمت في دعم أوكرانيا وما زلنا لا نعلم كيف سنعيد تعويض هذا النقص الذي حدث في مخزون أسلحتنا سواء عن طريق إعادة التمويل بما قد تم منحه أو عن طريق العمل الجماعي عبر الدفاع الأوروبي طلب الرئيس الأوكراني فلودمير زلناسكي من الزعماء الغربيين المجتمعين في لادفيا ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريش سوناك تزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة كما وجه زلناسكي طلبه لسوناك إلى لكلمة عبر الفيديو مخاطبا اجتماع قادة دول أعضاء تحالف قوة الاستطلاع المشتركة في ريجا داعيا إلى زيادة إمكانية تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاعا جوي والمساعدة كذلك على التعجيل بالقرارات ذات الصلة والتي سيتخذها شركاء كييف أطلب منكم زيادة تزويد بلدنا بأنظمة الدفاع الجوي والمساعدة في تسريع القرارات ذات الصلة للشركاء سيكون الدرع الجوي بنسبة 100% لأوكرانيا أحد أنجح الخطوات ضد العدوان الروسي هذه الخطوة مطلوبة الآن من جنبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن دعمه الكامل لأوكرانيا وقال سوناك إن قادة تحالف قوة الاستطلاع المشتركة المجتمعين في لادفيا سيناقشون أفضل السبل التي تساعدهم على استمرار تقديم هذا الدعم شكرا لك على تسليط الضوء بقوة على التكلفة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الأوكراني بسبب قصف الأهداف المدنية من قبل روسيا ولا سيما في هذا الوقت من العام شكرا لك أيضا لتسليط الضوء عمليا على الدعم الإضافي الذي تحتاجه مننا جميعا للتأكد من أنه يمكنك الاستمرار في القتال واستعادة الأراضي التي هي ملك أوكرانيا لديك دعمنا الكامل وسنقضي بقية وقتنا في الحديث عن أفضل السبل التي يمكننا من خلالها الاستمرار في دعمك والحصول على كل ما تحتاجه نتعبع هذا الموضوع بمزيد من التحليل مع الزميلة رغدا منير شكرا لكم مرة أخرى أحمد وأيا وأهلا بكم مجددا عبر الهاتف ينظم إلي من العاصمة البنانية بيروت العميد إلياس فراحات الباحث الاستراتيجي والمحلل العسكري عميد إلياس أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية هل من بين الأوروبيين من شاركوا كإيطاليا في دعم كياف ولم تكن تعلم من الذي سيدفع الفاتورة في أي إطار نضع تصريح الوزير كروزوتو وزير الدفاع الإيطالي بأن هناك كلفة ينبغي تعضيضها لإيطاليا التي شاركت بدعم كبير وأثر على مخزونها من الأسلحة هل لم تكن إيطاليا تتوقع أن الحرب سيطول أمد إلى هذا الحد؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام إذا عدنا سيدة إلى بداية الحرب في 25 فبراير الماضي نجد أن فورا أعلان الحرب وبدأ الهجوم العسكري وخلال أيام قليلة سمعنا عن متطوعين وصلوا بالآلاف من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية مما يشير إلى أنه كان هناك استعدادات بطريقة أو بأخرى عند بعض الدول وهناك مفاجأة عند دول أخرى مثل الحالة في إيطاليا وبعض الدول الأوروبية التي بادرت وبشكل اندفاع غير مخططة وغير مدروس إلى تقديم مساعدات عينية أي أسلحة وذخائر وقذائف إلى الجانب الأوكراني ولم تكن على دراية تماما باستراتيجية العامة لهذه الحرب هل هي حرب محدودة في الزمان والمكان أم هي حرب طويلة كما تبين فيما بعد بذلك هناك دول استعجلت كثيرا في عملية الدعم ومنها إيطاليا وأعلنت وأفصحت أن مخدونها أن الأسلحة قد شرف على النفاذ وهناك دول أخرى أيضا لم تصرح تماما لكنها وقعت في نفس المشكلة ولم تعرف على أي خطة سوف تسير لذلك هي تطلب التعويب من الاتحاد الأوروبي أي من أموال المخصصة للإنفاق الاتحاد الأوروبي وليس من إنفاق الدولة الوطنية الإيطالية أو غيرها من الدول في حال دول أخرى هل هنا إيطاليا تعلن عميد إلياس أنها لن تشارك مجددا في دعم كييف أو على الأقل لم يعد لديها ما يمكن المساعدة به لأوكرانيا؟ أعتقد أنها لن تشارك من موازنتها الخاصة ومن أموالها الخاصة بل هي بتصليح وزير الدفاع نفهم منه أنه يريد أن تتولى ذلك موازنة الاتحاد الأوروبي مجتمعة دفع كل ما يتعلق بتقديم المساعدات سواء كانت من إيطاليا أو من غيرها وبذلك ينفض يد الحكومة الإيطالية وننسى أن هذه حكومة حديثة العادوة جاءت بانتخابات على وقع الأحداث والحرم في أوكرانيا وهناك مشكلة الطاقة وهناك مشكلة أدباء أسعار لا يريد أن يفاقمها بإنفاق أموال من الموازنة الإيطالية على مساعدات عسكرية لأوكرانيا على الأرض عميد إلياس هناك منورات تكتيكية يتم تنفيذها ما بين روسيا وبيلاروسيا خلال الأيام الماضية التي استبقت زيارة لرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتصريحات مهمة مع لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي تحدث رئيس بوتين عن أن هناك مزيد من التعاون خاصة في مشروعات الطاقة النووية ستكون مع بيلاروسيا هل هذا يعني احتمال انخراط بيلاروسيا بشكل أكبر وأكثر نشاطا في الحرب الدائرة؟ يعني الوضع الجغرافي لبيلاروسيا يفرض عليها أنها ستكون ضمن مسرحة لعمليات في الأشهر المقبلة في حال توسع دائرة القتال يعني هناك دولتان مرشعتان للانخراط القتال هي بيلاروسيا إلى الجانب الروسي وهناك بولونيا التي يعني بعض الأخبار تشيري لأن هناك ألاف البولونيين من المتطوعين أو ربما من قوات مسلحة أو يعني تشكيلات خاصة أو شركات أمنية يقاتلون داخل أوكرانيا مع القوات المسلحة الأوكرانية الوضع الجغرافي في حال توسع الأعمال القتالية سوف تلامس بيلاروسيا وتلامس بولندا المشكلة ببولندا أنها عضو في الحلف الأطلسي في الناتو وأن أي اشتباك مع بولندا يمكن أن يعتبر اشتباك مع الناتو فيما الروسيا البيضاء هي ليست في حلف مع الناتو وهي على علاقة مميزة وتعاون وثيق مع موسكو لذلك أعتقد أن الجبهة بين أوكرانيا وروسيا البيضاء في الروسيا لم تعد بعيدة طيب عميد إلياس ما مألات العملية العسكرية في إطار مطالبات رئيس زيلانسكي لعدد من الدول المجتمعين في اجتماعي لادفيا لدول الشمالي أوروبا والبلطيق إضافة إلى هولندا بمزيد من الدعم وتحديدا دفاعات جوية من بريطانيا وأيضا دبابات من هولندا طلبتها كييف نعم من هولندا إلى أي مدى هذا يطيل من أمد الحرب ويجعل أنه من الضعيف أو المستبعد على الأقل الآن أي فرصة الإجرائية مفاوضة؟ بالطبع لأمد الحرب طويل وطلبات الرئيس زيلانسكي هي أبحث يعني لازمة من لوازن أي خطاب يوجه إلى أي مؤتمر أو إلى أي رئيس أوروبي وأيضا يقال لأي مسؤول أوروبي يزور كييف بلغت المساعدات العسكرية إلى أوفرانيا نحو 70 مليار دولار حسب آخر إحضاء معظمهم من الولايات المتحدة الأمريكية والباقي من دول الناتو وهناك طلب لمزيد من المساعدات وخصوصا في مجال الدفاع الجوي للتفضي للطائرة من دون طيار أو للصواريخ الكروز الروسية التي تقصف أهداف حيوية داخل أوكرانيا حتى الآن يعني الدفاعات الجوية الأمريكية لم تزل عاجزة عن التفضي للهجمات الجوية الروسية ولذلك هناك مشكلة كبيرة في النافق الحيوية الوكرانية التي بدأت تتعرض لانهيار كبير وخصوصا في قطاع الكهرباء وقطاع المياه نعم شكرا لك من العاصمة اللبنانية بيروت كنت معنا عبر الهاتف العميد إلياس فرحات الباحث الاستراتيجي والمحل الأسعى العسكرية هذه عودة مرة أخرى إلى أحمد بشتو وأي لطفي لاستكمال هذه النشرة إليكم شكرا رغدا أعلنت وزارة دفاع الروسية إسقاط أربعة صواريخ أمريكية مضادة للرادار من طراز هارم في المجال الجوي لمنطقة بلغرود وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية إسقاطت أيضا ثماني طائرات أوكرانية بدون طيار وست قذائف من رجمات الصواريخ هامرس في مناطق متفرقة من لوهانسك ودونستك وزيبروجيا وخيرسون خلال يوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثماني طائرات جوية أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة بإقليم لوهانسك ودونستك وكذلك في منطقة زابوريجيا كما تم اعتراض العديد منهم فوق خيرسون القوات الجوية الروسية نجحت أيضا في إسقاط أربعة صواريخ أمريكية مضادة للرادار من نوع هارم في المجال الجوي لمنطقة بيلغرود الروسية أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا بحلول عام 2023 لكنه أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أنه لا يتوقع إمكانية إجراء محادثات في هذا الصدد في المستقبل القريب أضف جوتاريش أنه مهتم بتسريع تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومشيرا إلى أنه يعتقد أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر ونشرتنا مستمر على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر وفيها بعد الفاصل لجنة تحقيق في الهجوم على الكابيتل تؤكد عدم أهلية ترامب لتولي أي منصب رسمي اشتركوا في القناة أهلا بحضراتكم من جديد أوصت لجنة التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتل بتوجيه اتهامات جنائية إلى الرئيس الأمريكي السابق دولارد ترامب وسوتت لجنة التحقيق لصالح رفع توصيات بأربع تهم جنائية بحق ترامب لوزارة العدل الأمريكية قالت اللجنة أن ترامب لم يعد مؤهلا لتولي أي منصب رسمي مضيفة أنها لم ترى أي رئيس في الولايات المتحدة ينمع انتقال السلطة من قبل وأشارت إلى أنها ستقدم الأدلة على المتورطين في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير من العام الماضي موسيقى 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 الآن وقفة تحليلية جديدة حول هذا الموضوع مع الزميلة رغدا مونير رغدا شكرا آية وأحمد وأهلا بكم من جديد أذهب إلى واشنطن وينضم إلي رامي جبر مراسل القارة الإخبارية رامي أهلا بك إذن ماذا لديك في التفاصيل بشأن ما ورد في تقرير لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول بخلاف ما تم ذكره من تفاصيل في الخبر مرحمة رغدا منذ قليل أنهت هذه اللجنة اجتماعها العلني الأخير مع نواب مجلس النواب الأمريكي وأوسط بعدة أمور هذه الأمور كفيلة بأن تطيح تماما بالطموح السياسي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكفيلة بإخراجه ليس فقط من سباق الرئاسة الذي كان يطمح إليه في عشرين أربعة وعشرين ولكنها كفيلة أيضا بإبعاده عن أي منصب رسمي عندما أوصت هذه اللجنة بعدم أهلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأي منصب رسمي وأيضا طالبت أو أوصت وزارة العدل الأمريكية بتوجيه اتهامات بارتكاب جريمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعاونيه ومحاميه بسبب ما رأته اللجنة أنهم عرقلوا عملية انتقال السلطة وتنفيذ نتائج انتخابات عام 2020 والتي خسر فيها دونالد ترامب أمام منافسه واختذاك الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أعتقد أن هذه القرارات الآن أصبحت في يد وزارة العدل الأمريكية بعدما بهذا الاجتماع تعتبر اللجنة لجنة التحقيق في أحداث الكابتول أو أحداث السادس من يناير قد أنهت أعمالها بالفعل وقدمت توصياتها لوزارة العدل قبل أن يتم حلها بشكل تلقائي في أحداث من يناير المقبل مع العقادة الدورة الجديدة لمجلس النواب هذا يعني أن هذه اللجنة لا تملك صلاحيات توجيه أي تهم إلى ترامب وبالتالي أصبحت الآن مسألة توجيه هذه التهم من مسؤوليات أو التزامات وزارة العدل التي ربما تأخذ بهذه توصيات أم لا أم أن سيتم توجيه اتهمات إلى ترامب بناء على هذه اللجنة اللجنة هي لجنة التحقيق ولجنة التحقيق ليس من حقها أن تصدر قرارات خاصة وأنها ليست جهة تنفيذية هي فقط جهة التحقيق ولكنها قدمت توصيات وهذه التوصيات ربما لن تكون لها قوة إلزام القانون ولكنها في النهاية توصيات مهمة قد تم التوصل إليها بعد ربما عامين من البحث والاستجوابات وجلسات الاستماع أعتقد أن وزارة العدل على وزارة العدل بالفعل أن تنظر إلى هذه التوصيات دعين الاعتبار ولكن في النهاية القرار الأخير سيكون لوزارة العدل في أخذ هذه الاتهامات بالاعتبار وتوجيه بالفعل اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومعاونيه بعرقلة الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية أو لا تأخذ بعين الاعتبار نظرا لعدم كفاية الأدلة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا ما سوف نشهده بعد ذلك في جولة أخرى من التحقيقات ولكنها هذه المرة ستكون مع وزارة العدل وعندها لن يكون هناك مفر يجب أن يكون هناك قرار بهذا الشأن وهذا القرار سوف يتوقف عليها المستقبل السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هل من رد فعلي لدونالد ترامب رامي سواء على التوصيات الأخيرة أو حتى من قبل مع بدء عمل هذه اللجنة خاصة وأنها قامت باستدعائه ولكنه امتنع عن الإدلاء بشهادة أو التجاوب مع هذه اللجنة صحيح كما ذكرت رغدا هو بالفعل لا يعترف باللجنة ولا يعترف بعمل اللجنة ويرى أنه لديه حصانة قانونية تمنعه من الاستجواب أمام هذه اللجنة أو من الاستدعاء للشهادة أمام هذه اللجنة وقد رفض بالفعل أكثر من مرة الإدلاء بشهادته أمام هذه اللجنة وهو لم يصدر منه رد فعل حتى الآن على القرارات الأخيرة نظرا لأنه صدر منذ ربما أقل من دقائق صدرت هذه التوصيات ولكن ردود أفعاله السابقة تدل على ما سيقوله لا يعترف بعمل اللجنة ويرى أن هذه اللجنة كما وصفها من قبل هي مطاردة ساحرات حسب التعبير الذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترام وأن هذه اللجنة غير ملزمة له أن لديه حصانة من الإدلاء بالشهادة وبالتأكيد سيكون لدى محاميه أيضا أو محاميه رأي آخر عندما تبدأ وزارة العدل تحقيقتها بهذا الصدد شكرا لك كنت معنا مباشرة من واشنطن رامي جابري مراسل القاهرة الإخبارية إذن أعود مرة أخرى إلى أحمد بشتوى أي لطف لاستكمال باقي ما تبقى من ملفات في هذه النشرة تفضل شكرا رغضا إلى تونس حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 11.2% وأقل رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي حول النتائج الأولية للانتخابات إن أكثر من مليون ناخب شاركوا في هذا الاستحقاق من بين ما يتجاوز 9 ملايين لهم حق التصويت كما كشف عن تسجيل 1763 مخالفة انتخابية بينها ممارسة أنشطة غير مصرح بها وعدم احترام الصمت الانتخابي واستخدام الأطفال لأغراض دعائية يستضيف الأردن غدا على ضفاف البحر الميت مؤتمر بغداد للتعاون والمشاركة في نسخته الثانية الجديد في المؤتمر أنه سيضم عضوين جديدين هما البحرين وعمان إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران بالإضافة إلى العراق وفرنسا الجهتين التي تنظمان الحدث وتؤكد باريس أن القمة التي سيحضرها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قامت على مبدأ توفير إطار يضم العراق والدول الرئيسية الفاعلة في المنطقة إلى طاولة واحدة للتداول حول شؤون العراق وأيضا للتحاور بشأن المسائل المشتركة للمنطقة المزيد من المتابعة حول مؤتمر بغداد للتعاون والمشاركة نجده مع الزميلة رغدا منير رغدا إليك شكرا أحمد وأهلا بكم من جديد من البحر الميت مفضل قارئ الإخبارية زميل أحمد أبو زيت ينضم إلينا مباشرة أحمد أهلا بك إذن ما جديد القمة المقبلة غدا إن شاء الله في المملكة الأردنية لافت للغاية مستوى التأمين الكبير الذي تتعامل معه السلطات الأردنية هنا نحن منذ أن وصلنا إلى مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمان وصولا إلى البحر الميت مستوى التأمين كبير وكبير للغاية أخذا في الاعتبار بالطبع دقة هذا الحدث وأهميته وبالطبع المستوى الرفيع للغاية الذي ينتظر أن يحضره سواء كانوا ممثلي هذه الدول ممن سيحضرون لهذه القمة أو ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ممن يتفاعلون مع القضايا التي ستطرح في هذه القمة التي هي في نسختها الثانية كما هو معلوم بطبيعة الحال المثير للحديث هنا رغدا إذا كان ذلك متاحا هو ما بات يتعامل معه في هذه المسألة باعتبارها منصة حوارية متعددة الأطراف إذا كنا نتعامل مع الأشهر الستة المنقضية بقمة أمريكية إقليمية كان الحضور العربي فيها كبير وكبير للغاية كانت أقرب إلى القمة الأمريكية العربية وهي كذلك بالفعل ومن بعد ذلك ببضعة أشهر كانت القمة الصينية العربية التي اختتمت أعمالها قبل أيام في العاصمة السعودية الرياض نحن إذا قمة أوروبية إقليمية أوروبية عربية تقودها فرنسا صحيح أن الظروف تبدو مختلفة بالنظر إلى ثقل الولايات المتحدة والثقل الصيني في المنطقة أو الطموح الأوروبي الذي تقوده فرنسا وعلى الأقل تقول فرنسا أنها تقود مشروعا سياسيا رغدا هذه نقطة مهمة ما الذي يجعل بال فرنسا وتحديدا الرئيس الفرنسي مينويل ماكرون في مبادراته المتعلقة بدول المنطقة هل الأمر يتعلق بمحاولة لملء الفراغ الأمريكي في السنوات الأخيرة؟ إذا كانت هذه النقطة بذاتها يمكن أن يكون لها قدر من المقبولية أكبر إذا طرحت قبل سنوات مثلا عندما كان منظروا السياسة الخارجية الأمريكية يقولون أن على الولايات المتحدة أن تتوجه أو تتبنى منطق الاستدارة شرقا هذا لم يعد مطروحا الآن والولايات المتحدة قالت أنها لم تعد تقبل أن تتخلى عن شركائها التاريخيين الاستراتيجيين صحيح أن الظروف مختلفة لكن الولايات المتحدة كانت تقول أن هذا لم يعد ممكن أن تخلي المجال متاحا تماما أمام روسيا والصين قالت ذلك بشكل واضح وصريح الصين تقول أن لها عمقا قديما للغاية في هذه المنطقة وأن لها منهجا في الشراكة يختلف عن الولايات المتحدة أو عن غيرها منطق رابح رابح الذي تعليه الصين أو على الأقل تقول الصين أنها تعليه وقدمت ذلك حتى في أحاديث الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة الرياض الأخيرة فرنسا يبدو الأمر فيها مختلفا نسبيا لا فراغات يمكن أن تملأها فرنسا لكنها على الأقل تريد أن تحقق الربح الذي تريده كما تقول فرنسا وكما تقول فرنسا إيمانويل ماكرون بأنها لا تريد أن تدور في فلك أي من اللاعبين حتى وإن كانت ترتبط بعلاقات استراتيجية وعلاقات متينة للغاية حتى في ضوء التغيرات الجيوسياسية الكبيرة التي تشهدها أوروبا على خلفية الصراع الدائر في أوكرانيا لكن لفرنسا أهداف أساسية قالتها في زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أمن الطاقة مهم للغاية السياسات الحماية الكبيرة التي باتت تفرض على البضائع الفرنسية والبضائع الأوروبية في عمومها أصبحت مسألة مقلقة لمعدلات التضخم ولضاءة حجم التجارة البينية بين فرنسا وبين الشركاء القدامة لكن على الأقل قضية الطاقة هي قضية أساسية ومحورية ولا تخفيها فرنسا بالمناسبة لا في زيارتها زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى واشنطن ولا في زيارة إيمانويل ماكرون إلى العاصمة القطرية الدوحة مثلا وهو يحضر نهائي كأس العالم لكرة القدم ولا يخفيها إيمانويل ماكرون حتى في حديثه عن قمة بغداد للتعاون والشراكرة شكرا لك من البحر الميت كنت معنا موفد القارئ الإخباري الزميل أحمد أبو زيد بتاكي ستكون لنا طبعا متابعة معك لاحقا في خدمتنا الإخبارية عودوا مرة أخرى إلى أحمد بشتو وأي لطف الاستكمال بقي هذا النشر إليكما شكرا رغضة أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة تتعلق بأقمار الاستطلاع وقالت بيونج يانج أن التجربة مهمة وفي المرحلة النهائية لتطوير قمر صناعي لتجسس تسعى لاستكماله بحلول إبريل المقبل كما أوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التجربة التي أجريت في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في بلدة بشمال غرب البلاد كانت تهدف إلى مراجعة قدرة كوريا الشمالية في التصوير بالأقمار الصناعية ونقل البيانات وأنظمة التحكم الأرضية قال رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني البنازي أن وزيرة خارجيته بني وانج ستزور الصين هذا الأسبوع في إشارة إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية بين بيكين وكمبيرا وستلتقي وانج وزير الخارجية الصيني وانج يي ويعقدان الحوار الاسترالي الصيني السادس للعلاقات الخارجية والاستراتيجية بالتزامن مع ذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يوم الأربعاء المقبل وستكون هذه أولى زيارة لوزير استرالي لبيكين منذ عام 2019 وفقت محكمة إيطالية على تسليم مشتبه به إلى بلجيكا في قضية الفساد المتعلقة بالبرلمان الأوروبية قضت محكمة استئناف في مدينة بريشيا الشمالية بعدم موود أسباب لمنع نقل ماريا دولوريس زوجة نائب السابق عن الاتحاد الأوروبية أنطونيو بانزيري الذي يعتقد ممثلوه لدعاء في بروكسل أنه أحد اللاعبين الرئيسيين في قضية الفساد التي هزدت أركان الاتحاد الأوروبية مرة أخرى إلى زميلة رغدا منير ومتابعة لهذا الموضوع سنعلم الآن أحمد هذه التفاصيل عندما نذهب إلى بروكسل ومرسلنا سلامة عطلة مراسل القرارة الخبرية سلامة أهلا بك إذن ماذا لديك في التفاصيل بشأن قرار المحكمة الإيطالية بتسليم مشتبه به في قضية الفساد المتعلقة بالبرلمان الأوروبي إلى بلجيكا مساء الخير القضاء البلجيكي كان قد طلب من إيطاليا قبل أسبوعين تقريبا بأن يحتجز زوجة وابنة النائب السابق في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أونطونيو بنزيري بتهمة الذي محجوز الآن ومعتقل الآن بتهمة الفساد إلى جانب نائبة رئيس البرلمان الأوروبي زوجة وابنة النائب السابق في البرلمان الأوروبي محتجزتين في إيطاليا لكن جهة التحقيق أرادت أيضا أخذ المزيد من المعلومات ولذلك طلبت من إيطاليا أيضا أن تسلم لها زوجة أونطونيو بنزيري السيدة ماريا كوليوني وقيل في بعض المصادر بأنه تم أيضا مصادرة أموال كانت بحوزتها أولا المداهمات والتحقيقات البلجيكية صادرت أكثر من واحد ونصف مليون يورو يفترض كما قالت الجهات القضائية أن هذه أموال وصلت كرشاوة إلى هؤلاء المسؤولين أحد أبرز هؤلاء هو أونطونيو بنزيري الذي كان يرأس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي وهناك اتهمات أيضا له بغسيل الأموال وإضافة إلى الفساد ولذلك لاستكمال الإجراءات في هذا التحقيق الذي هز أركان المؤسسات الأوروبية وتحديدا البرلمان الأوروبي ستأتي زوجة النائب أونطونيو بنزيري إلى بلجيكا لاستكمال التحقيقات إذا ما ثبت بأنها ساعدت زوجها في غسيل الأموال في إخفاء هذه الأموال غير الشرعية التي رصدت معه والتي أيضا صودرت منه والتي قيل بأنها رشاوة يمكن أن تحاكم بخمس سنوات سجن على الأقل إذا ما ثبت بأنها متورطة فعلا بمساعدة زوجها في إخفاء وغسيل الأموال غير الشرعية والتي أتت كرشاوة من دولة عربية نعم قضية مثيرة وملئة بالمفاجئات على ما يبدو شكرا لك من بروكسل سلامة عطلة مرسل القهر الإخبارية أعود مرة أخرى إلى زميلية أحمد بشتو وأي لطفي لاستكمال هذه النشرة إليكم شكرا لك رغضا على جميع هذه الوقفات التحليلية إذن صوت مستخدمو تويتر في استطلاعا للرأي أطلقه آلون ماسك لتنحي عن منصب الرئيسة في ذيل المنصة في رد فعل عنيف ضد الملياردير بعد أقل من شهرين من توليه المنصب صوت حوالي 57.5% بنعم بينما عارض 42.5% فكرة تنحي ماسك عن منصب رئيس موقع تويتر في التصويت الذي شارك فيه أكثر من 17.5 مليون شخص كما قال ماسك أنه سيلتزم بنتائجه يأتي الاستطلاع بعد تحديث سياسة تويتر بحذف الحسابات المنشأة حصريا لغرض الترويج لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى وكذلك المحتوى الذي يتضمن روابط أو أسماء مستخدمين ترجمة نانسي قنقر